أطلقت صاحبة والسمو الملكية الأميرة للأسماء والسيدة الأولى لكوديفوار دومينيك واتارا اليوم بقسم الأم والطف في المركز الاستشفائي مولي يوسف برنامج الكشف عن الصمم لدى حديثية الولادة بجيئة الرباطسال القنيطرة ويهدف هذا البرنامج ذو البعد القاري إلى التشخص المبكر لاضطرابات السمع لدى الأطفال حديثية الولادة والتكفل بهم لاستعادة السمع بفضل زراعة القوقعة الاصطناعية ودعم علاج النطق وكذا تبادل التجارب والخبرات بين الأطباء المغاربة وزملائهم في البلدان الإفرقية الشقيقة والصديقة وبهذه المناسبة قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء والسيدة دومينيك واتارا بزيارة أطفال أفارقة خضعوا لعمليات جراحية يوم أمس قبل متابعتهما لدرسين في تقويم النطق والتشريح قدما لأطباء أمراض الأنف والأذن والحرجرة أفارقة إثر ذلك ترأصت صاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء والسيدة الأولى لكون ديفوار حفلة توقيع على ثلاث اتفاقيات بين مؤسسة للأسماء من جهة والخطوط الملكية المغربية وبنك إفريقيا ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر